السلام عليكم إخوتي الأعزاء وأحييكم وأحيي جميع المربيين ومحبي الطيور والحيوانات بصفة عامة لكي لا أطيل عليكم أردت أن أقدم لكم أجمل الطيور التي يمكن أن يربيها الإنسان والتي تمدك بالسعادة بالنظر إليها والتأمل في خلق الله عز وجل لجمالها وتناسق ألوانها الزاهية وهذا الطائر إخوتي هو الغولدين فينش أو لدياموند غولد وكما يلقب أيضا بالحسون الأسترالي وهذا نسبة لموطنه الأصلي فهو يعيش في جماعات من شمال جزيرة كيب يورك إلى كوينزلاند وكيمبرلي غرب أستراليا وهو يعيش في بيئة استوائية وبها غابات وصبانا والمحزن في هذه الطيور أنها مهددة بالإنقراض مما استوجب على أستراليا وضع قوانين بعدم تصديرها أو صيدها منذ عام 1959 وبما أنها تمثل رمزا من رموز البلاد وجمال يدها ولكل من يحب الهدوء والجمال والصوت الخفيف الجميل أنصحك بتربية هذه الطيور الرائعة والتي أعتبرها من أجمل الطيور إن لم أقل أجملها على الإطلاق وهذا بعد الحسون أكيد وهذا لمكانة الحسون في قلوبنا فطائر الغولدين فينش من الطيور التي تحب العيش في جماعات فيما بينها أو مع الطيور أخرى فلهذا كلما وضعتها مع طيور أخرى كان أفضل ويساعدها على التأقلم والإنتاج بسرعة وهذا لطابعها الاجتماعي ولا ينصح بوضعها مع طيور عدوانية مثل الباجي أو كما نسميها طيور الحب والببغوات بصفة عامة كما يمكن وضع كل زوج على حدة مع توفير المستلزمات الضرورية لهم وهذا لكي لا تجد الصعوبات في الإنتاج منها وسر جمالية هذه الطيور هي ألوانها الزاهية والمتنوعة من طائر إلى آخر فتجد العديد من الألوان فيها وهي تتغذى على الحبوب الصغيرة بأنواعها وبعض النباتات ولهذا يجب على كل مرب يريد اقتناءها أن يوفر لها الحبوب المتنوعة والكالسيوم وهذا بوضع عظم الحبار أو كما نسميها السيبيا بشكل دائم والحبوب مثل النيجر والدخن الأبيض والأصفر وغيرها من الحبوب المتغفرة عندك وتبلغ الذكور في عمر العشر شهور وتتزاوج لمدة تتراوح بين سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام أما الأنثى تنتج حتى الخمسة إلى ستة أعوام وأفضل فترة إنتاج لهذه الطيور هي العام الثاني والعام الرابع وبكل اختصار الجولدين فينش من أروع وأجمل الطيور التي يمكن أن تربيها وتستأنس بها والتي تسعدك وتبعث فيك الراحة بمظهرها الرائع وألوانها المتناسقة والعديدة فأنصحكم بها وإلى موضوع آخر إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد سلام شكرا